أهلاً بكم متابعي قناة المجلة معجزات القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى فالقرآن من أول حرف فيه إلى آخر حرف كتاب معجز سنذكر لكم عشرين معجزة وردت في القرآن الكريم حيارة الكثير من العلماء والمفكرين وسنقوم بإذن الله بعرضها على جزئين الجزء الأول اليوم عبارة عن عشر معجزات والجزء الثاني في الحلقة القادمة بإذن الله فشاركون الأجر وساهموا في نشر المحتوى مع أصدقائكم نسأل الله لنا ولكم التوفيق يقول الله عز وجل في الآية الحادية عشر من سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان القيت هذه الآية في المؤتمر العلمي للإعجاز القرآني الذي عقد في القاهرة ولما سمع البروفيسور الياباني يوشيدي كوزاي تلك الآية نهض مندهشاً وقال لم يصل العلم إلى هذه الحقيقة المذهلة إلا منذ عهد قريب بعد أن التقطت كاميرات الأقمار الاصطناعية القوية صوراً وأفلاماً حية تظهر نجماً يتكون من كتلة كبيرة من الدخان الكثيف القاتم ثم أردف قائلاً إن معلوماتنا السابقة قبل هذه الأفلام والصور الحية كانت مبنية على نظريات خاطئة مفادها أن السماء كانت ضباباً وقال بهذا نكون قد أضفنا إلى معجزات القرآن معجزة جديدة مذهلة أكدت أن الذي أخبر عنها هو الله الذي خلق الكون قبل مليارات السنين ويقول الله سبحانه في الآية الثالثة من سورة الأنبياء أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ لقد ذهل العلماء في مؤتمر الشباب الإسلامي الذي عقد في الرياض في عام 1979 عندما سمعوا الآية الكريمة وقالوا حقا لقد كان الكون في بدايته عبارة عن سحابة سديمية غازية متلاصقة ثم تحولت بالتدريج إلى ملايين الملايين من النجوم التي تملأ السماء عندها صرح البروفيسور الأمريكي بالمر قائلا إنما قيل لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب إلى شخص مات قبل 1400 سنة لأنه لم يكن لديه تليسكوبات ولا سفن فضائية تساعد على اكتشاف هذه الحقائق فلا بد أن الذي أخبر محمدا هو الله وقد أعلن البروفيسور بالمر إسلام في نهاية المؤتمر يقول الله عز وجل في الآية الثلاثين من سورة الأنبياء وَجَعَلْنَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وقد أثبت العلم الحديث أن أي كائن حي يتكون من نسبة عالية من الماء وإذا فقد 25% منه فإنه يقضي نحبة لأن جميع التفاعلات الكيموية داخل خلايا أي كائن حي لا تتم إلا في وسط مائي فمن أين لمحمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق الطبية؟ ويقول سبحانه في الآية السابعة والأربعين من سورة الذاريات وقد أثبت العلم أن السماء تزداد سعة باستمرار فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة في تلك العصور هل كان يملك تليسكوبات أو أقماراً اصطناعية أم أنه وحي من خالق هذا الكون العظيم؟ ويقول سبحانه في الآية الثامنة والثلاثين من سورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقد أثبت العلم الحديث أن الشمس تسير بسرعة 43 ألفاً ومائتين ميل في الساعة وبما أن المسافة بيننا وبين الشمس 92 مليون ميل فإننا نراها ثابتة لا تتحرك وقد دهش بروفوسر أمريكي لدى سماعه تلك الآية القرآنية وقال إني لأجد صعوبة بالغة في تصور ذلك العلم القرآني الذي توصل إلى مثل هذه الحقائق العلمية التي لم نتمكن منها إلا منذ عهد قريب ويقول الله في سورة الأنعام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ديقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء والآن عندما تركب طائرة وتطير بك وتصعد في السماء بماذا تشعر؟ ألا تشعر بديق في الصدر؟ فبرأيك من أخبر محمداً صلى الله عليه وسلم بتلك الظاهرة الفيزيائية أم أنه وحي من الله تعالى؟ ويقول سبحانه في الآية السابعة والثلاثين من سورة ياسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ويقول كذلك في الآية الخامسة من سورة الملك ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح حسب ما تشير إليه الآيتان الكريمتان فإن الكون غارق في الظلام الداكن وإن كنا في وضح النهار على سطح الأرض ولقد شاهد العلماء الأرض وباقي الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية مضاءة في وضح النهار بينما السماوات من حولها غارقة في الظلام فمن كان يدري أيام محمد صلى الله عليه وسلم أن الظلام هو الحالة المهيمنة على الكون وأن هذه المجرات والنجوم ليست إلا مصابيح صغيرة واهنة لا تكاد تبدد ظلام الكون الدامس المحيط بها فبدت كالزينة والمصابيح لا أكثر من ذلك وعندما قرئت هذه الآيات على مسمع أحد العلماء الأمريكيين بوهت وازداد إعجابه بجلال وعظمة القرآن وقال لا يمكن أن يكون هذا القرآن إلا كلام مصمم هذا الكون العليم بأسراره وقال سبحانه في الآية الثانية والثلاثين من سورة الأنبياء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وقد أثبت العلم الحديث وجود الغلاف الجوي المحيط بالأرض والذي يحميها من الأشعة الشمسية الضارة والنيازك المدمرة فعندما تلامس هذه النيازك الغلاف الجوي للأرض فإنها تستعر بفعل احتكاكها به فتبدو لنا ليلا على شكل كتل صغيرة مضيئة تهبط من السماء بسرعة كبيرة قدرت بحوالي 150 ميلا في الثانية ثم تنطفئ بسرعة وتختفي وهذا ما نسميه بالشهب فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن السماء كالسقف تحفظ الأرض من النيازك والأشعة الشمسية الضارة ويقول سبحانه في الآية السابعة من سورة النبأ والجبال أوتادة ويقول في الآية العاشرة من سورة لقمان وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم بما أن قشرة الأرض وما عليها من جبال وهضاب وصحاري تقوم فوق الأعماق السائلة والرخوة المتحركة المعروفة باسم طبقة السيمة فإن القشرة الأرضية وما عليها ستميد وتتحرك باستمرار وسينجم عن حركتها تشققات وزلازل هائلة تدمر كل شيء ولكن شيئا من هذا لم يحدث فما السبب؟ لقد تبين منذ عهد قريب أن ثلثي أي جبل مغروس في أعماق الأرض وفي طبقة السيمة وثلثه فقط بارز فوق سطح الأرض لذلك شبه الله تعالى الجبال بالأوتاد التي تمسك الخيمة بالأرض كما في الآية السابقة وقد ألقيت هذه الآيات في مؤتمر الشباب الإسلامي بالرياض عام 1979 وقد ذهل البروفيسور الأمريكي بالمر والعالم الجيولوجي الياباني سياردو وقال ليس من المعقول بشكل من الأشكال أن يكون هذا كلاما قيل قبل 1400 سنة لأننا لم نتوصل إلى هذه الحقائق العلمية إلا بعد دراسات مستفيدة مستعينين بتكنولوجيا القرن العشرين التي لم تكن موجودة في عصر ساد فيه الجهل والتخلف كافة أنحاء الأرض كما حضر النقاش العالم فرانك بريس مستشار الرئيس الأمريكي كارتر وقتها والمتخصص في علوم الجيولوجيا والبحار وقال مندهشا لا يمكن لمحمد أن يلم بهذه المعلومات ولابد أن الذي لقنه إياها هو خالق هذا الكون العليم بأسراره وقوانينه وتصميماته قال الله تعالى في سورة النمل في الآية الثامنة والثمانين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء كلنا يعلم أن الجبال ثابتات في مكانها ولكننا لو ارتفعنا عن الأرض بعيدا عن جاذبيتها وغلافها الجوي فإننا سنرى الأرض تدور بسرعة هائلة تصل إلى مئة ميل في الساعة وعندها سنرى الجبال وكأنها تسير سير السحاب أي أن حركتها ليس الذاتية بل مرتبطة بحركة الأرض تماما كالسحاب الذي لا يتحرك بنفسه بل تدفعه الرياح وهذا دليل على حركة الأرض فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ إنه الله سبحانه عالم الغيب والشهادة ويقول عز وجل كذلك في الآية السادسة والخمسين من سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب وقد أثبت العلم الحديث أن الجسيمات الحسية المختصة بالألم والحرارة تكون موجودة في طبقة الجلد وحدها ومع أن الجلد سيحترق مع ما تحته من العضلات وغيرها إلا أن القرآن لم يذكرها لأن الشعور بالألم تختص به طبقة الجلد وحدها للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر